فاحنا دورنا بدأ من أولا من شهر فات أو أكتر كمان لما قدمنا التصريح ولما حصلنا على الكودات النهاردة وهناخد الكرنيات ثم يبدأ تدريب المتابعين بتوعنا ثم تبدأ المرحلة المدينية في الرصد وتوصيق المخالفات ولو فيه انتهاكات ولو فيه تدخلات من مؤسسات الدولة لو فيه حاجة فيها عدم حياد لو فيه حاجة فيها تجاوز في الدعاية الانتخابية اللي بنسميها الدعاية السودة فيها كراهية فيها تحريض احنا حتى التحريض ده بدأ عندنا كمان من بدر قوي حاجة غريبة جدا لكن ما علينا كل ده بيتم الرصده ده يعجبك أو ما يعجبكش لا يعنيني في شيء أنا بعمل التقرير بتاعي ارجعوا للتقارير فيه تقارير مهمة جدا صدرت طب سؤال بقى الانتهاكات المخالفات على ما يبدو أنه حتى الألفاظ فيها تدرج طبعا ايه الفروق الانتهاك تقوم به مؤسسة تابعة للدولة ده انتهاك ليه لأنها خالفة القانون اللي هو اللي يحطى ده انتهاك لكن الآخرين بيخالفوا دي مخالفة بالنسبة له الآخرين هو ممكن مثلا يبقى حد من أعضاء الحملة الفلانية اه يعني أنا عندي مرشح الدولة كل أنصار مرشح الدولة لو ارتكبوا ما يخالف القانون بتاع الهيئة وقانون الانتخابات ده اعتبروا انتهاك لو مؤسسة رسمية تدخلت في سير العملية الانتخابية أو في توجيه أو في حجدة أو فاور ده بالنسبة للانتهاء لكن الآخرين مخالفة ليه أنت الدولة ومؤسساتها تنتهك القانون التي وضعته لأنه أنا بفترض فيك أنه في علاقة بتحكمني القانون ده بيحكمني وبيحكمك بيفصل بيني وبينك فالدولة لا يجب للدولة والمؤسسات ترتكب فيما عدد ذلك هو مخالفة ده بالنسبة لنا مخالفة لما بتعملوا التقرير بتاعكم بيرفع لمن أولا إحنا التقرير بتاعنا ليه هيكل يعني ليه بنيوية كده ما بيبقاش عشوائي انت بتعمل الإطار السياسي والتشريعي والاقتصادي والاكتماعي السياقة اللازي تجرى فيه الانتخابات مش بتخش في الانتخابات على طول لأن ممكن السياق يبقى البيئة الانتخابية ممكن يبقى فيها مخالفات لقواعد الانتخابات ينتهي التقرير أول حاجة لازم ترسله الهيئة الوطنية للانتخابات متوقع التصريح منه الناس بتتعالى شايفة خلاص براحتكم بس أنا القانون بيحكم أنا رجل بتاع قانون برسله هاي الوطنية للانتخابات ثم أرسله إلى مؤسسات الأمم المتحدة المعنية بالانتخابات في هيئات معنية ثم الرأي العام المحلي والرأي العام الدولي لو انت حابب فيه ناس بتبع عنيها الرأي العام الدولي أكتر بالمحلي الله سهل لهم كويس لكن احنا في النهاية بتعمل منتج بتعلنه للرأي العام سواء محلي أو دولي أو إعلام أو أمم المتحدة أو هيئة وطنية الانتخابات شهادة حرة نزيهة عن نتائج سير العملية الانتخابية وتوصل في النهاية تقول رأيك هل هذه الانتخابات التي أجريت خالفت ميساق وقواعد الأمم المتحدة الخاصة بالانتخابات ولا لا في حاجات في حاجات طبعا مخالفات بتبقى بسيطة لكن في جوهر العام الانتخابية يعني تسويد ده ما قدرش اعتبره حاجة بسيطة ده يخل بإرادة الناخ لأنه غير الإرادة تسويد التزوير منع الناخبين من التسويت من قبل مؤسسة رسمية لا يجود ما ينفعش برضو ده يعني أي تأثير مباشر على إرادة الناخب في تغيير إرادته أنا عاوز الأستاذ يوسف طلع أنا عاوز الأستاذ محمد يبقى ده يمس العملية الانتخابية لكن في حاجات بتبقى في الدعاية في مكبرات صوت في حاجات في يعني تعتبر أنها لا تمس جور العملية الانتخابية وبعدين دلوقتي يعني لا مؤسسة رسمية قدام العالم في ظل القنوات اللي موجودة لايف 24 ساعة تقدر تعمل الشغل اللي كان بتعمل زمان مش زمان انت ولا الهوى طبعا مش كنت معنا زمان في التدوير بطاقة الدوارة ما احنا حضرناها بطاقة الدوارة ومنع الناخبين وقرى بأكملها كان بتحصل حاجات بقينا نسمع عنها في السنوات الأخيرة يعني مين يقدر يعمل ده دلوقتي وبعدين هو في قاضي هاتلي قاضي يقدر معاه صندوق فيه 300 400 صوت يلعب فيه بأي شكل مشكل لصالح مين ولا القضي بيسمح لنافسه بذلك وليه أصلا يعني لا سلوكه ولا نزهته ولا وضعه تسمح بذلك ليه الناس عندها احساس دايما انه العالم كله ضدنا وما فيش حاجة قوليه لا بالعكس ليه نقى حديث كتير بقى عن الانتخابات والعملية الانتخابية انا مبسوط ان احنا تقابلنا شحنا بنتقابلش غير على فترات متبعدة فانا عايز اشكرك جدا 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 على جودك معنا النهاردة وشكرا جدا كمان على توضيح المسألة فيما يتعلق به المؤسسات والجمعيات ومؤسسات مجتمع المدني والحقوقين المصريين اللي بيتابعوا وبيرقبوا الانتخابات سواء زي كان في مصر مقاق العربية برة ده شيء مهم ومرة كمان الف الف شكرة دكتور سعيد كل شكر دكتور سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي رحوق الإنسان بصوا يا جماعة انا مش من انصار مين بيلعب سياسة بقالو كم سنة يعني هيا المسألة ما هياش كورسي سيما بأسبقية الحجز خالص